اثانيا صباحا منتصف الليلة بتوقيت جرينت شامو جزون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين الكرام أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقيات التهنيئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأعرب رئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهنيه القلبية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والتي تدعو إلى استحضار القيم والمبادئ السامية التي جاء بها وتحث على نهج الوسطية والاعتدال كما بعث رئيس السيسي برقية تهنيئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول هذه الذكرى العطرة أعلن صندوق النقد الدولي عن صرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة صدمات الغذائية وأوضح صندوق في بيان أن حزمة المساعدات الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات فضلا عن تحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لا يوجد سبب لدى واشنطن لتعديل وضعيتها النووية الاستراتيجية كونها لا تملك مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك وإتهاذ التوضيح للمتحدثة كارين جامبيار بعد تصريحات شديدة لهجة للرئيس جو بايدن اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب نهاية العالم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال نائب رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لحضر انتشار الأسلحة النووية ناموسكو سجلت زيادة في نشاط القوات النووية للدول الغربية ونقلت وكلة نوفوستي عن المسؤول الروسي قوله أن ممثلي الولايات المتحدة هددوا قبل أسبوع عبر وسائل الإعلام بإمكانية توجيه ضربة للعاصمة الروسية مضيفا أن هذا لم يأتي من السياسيين بل من العسكريين دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى ضرورة التوصل إلى صفقات شراء جماعية للغاز بحلول ربيع وذلك لتجنب نفاذ مخزونات أوروبا وأقالت فوندرلاين عقب اجتماع قمة زعماء الاتحاد الأوروبية في براغ أن أوروبا تتحرك بسرعة لتقييد مكاسب روسيا بشأن مناقشات سقف أسعار الطاقة وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية لأن مؤتمر برلين سيؤكد التزام القادة الأوروبيين بإعادة إعمار أوكرانيا سجلت أسعار خامبرانت ارتفاعا جديدا خلال الساعة الأخيرة بمقدار أكثر من ثلاثة دولارات ونصف ليصل إلى سبعة وتسعين دولارا واثنين وتسعين سنة للبرميل وتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار أوبيك بلاس بإجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 وذلك على رغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة قلت كوريا شماليا أن تجاربها الصاروخية هي للدفاع عن النفس مؤكدة أنها لم تضر بسلامة الطيران المدني أو الدول والمناطق المجاورة ونقلت وكالة الأنباء المركزية في بيونجانج عن متحدث باسم إدارة الطيران قوله أن التجارب الصاروخية هي إجراء طبيعي ومخطط له للدفاع عن النفس لحماية أمن البلاد والسلام الإقليمي من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة على حد وصفه ختم الموجزة مشاهدين الكرام ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء